النهاردة بيشارك فيه التدريبات الجماعية بعد غياب وفترة عن الفريق الأول بسبب الإصابة محمد نجيب واحد من اللعيبة المميزين جداً واحد من اللعيبة المخلصة اللعيبة المخلصة دول قليلين لكن محمد نجيب مستمر مع النادي الأهلي بيتمرن في التدريبات الجماعية ودائماً هو مركز وعنده هدف واحد أنه هو يكون موجود سواء كان موجود أساسي أو موجود على مقاعد المدلاء أو موجود بارة 18 تمام والتالي طبعاً موجود محمد نجيب ورجوعه أكيد شيء مهم جداً بالنسبة للجهاز الفني واللعيب طبعاً زي ما حضرتكم شايفين ده جزء من التدريبات لكن التدريبات الاستشفائية كانت للأساسيين في ميران اليوم إن لعيبة النادي الأهلي اللي شاركوا في مباراة فيتا كلوب الكنغولي خادوا تدريبات استشفائية على هامش الميران الجماعي للفريق طبعاً المجموعة اللي قدت التدريبات اللي طبعاً اللي شاركت كمان في المباراة اتمرانت جاري حوالين الملعب وكملوا باقي التدريبات في الجيم وده تحت إشراف أليخندرو مدرب الأحمال ومساعد ميستر مارتين لسارتي وباقي الفريق اللي ما لعبوش واللي ما سفروش اتمرانه تمرين في بعض القوة والرشاقة والمرونة اللي حضرتكم شايفين كل دي تدريبات خاصة باللعيبة اللي ما سفروش واللي ما شاركوش علشان زي ما قلنا نعلب الحمل البدني علشان يكون اللعيبة زي بعض إن شاء الله وأي واحدة يكون موجود في الملعب يوم السبتة أو حتى موجود على مقاعد المدلاء يكون عنده نفس القوة والليقى البدني يعني تكلمنا شوية على الناد الأهلي وأنا عارف أن النهاردة يوم مهم جداً في بطول الدوري الأبطال النهاردة الثلاث وبكرة الأربع ويومين مهمين جداً بالنسبة لبطول الدوري الأبطال النهاردة في لقائين مهمين جداً منشستر سيتي واتشالكا وأيضاً أليفنتس وأتلتكو مدريد طيب قلنا تابعنا وشوفنا وطبعاً يعني أكيد في عشاق لكريسانو رونالدو متابعينه هيتفرجوا عليه النهاردة وبيشجعوا أليفنتس فيه دايماً بيكون جمهور ولاء للعب وليس للفريق طبعاً بيكون عنده ولاء للفريق لكن فيه لعيبة كده مهما تروح أي مكان بتشجع اللاعب اللي بيكون موجود وعلى طبعاً وأكثرهم شهرة هو كريسانو رونالدو النجم البرتغالي النجم الكبير جداً اللي عنده خمسة دوري أبطال أوروبا في رصيده مع منشستر رونيتد أو مع فريق ريال مدريد لكن المباراة النهاردة هتكون صعبة جداً صعبة جداً من قبل ما المباراة تبدأ لعدة أسباب وأول الأسباب هو تصريح سيميوني في المؤتمر الصحفي اللي قال لو خسرت المباراة أمام فريق يفنتس باللفظ زي ما قول لحضراتكم كده أنا هبيع بطيخ في شوارع مدريد تصريح ده كان قوي جداً 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 وعمل طبعاً ضجة كبيرة جداً بسبب أن تصريح من سيميوني بيخرج بيكون في تعصب والتعصب اللي حضراتكم بتشوفوه في أوروبا هو تعصب مشروع تعصب بيكون في إطار التنافس التنافس اللي من خلاله طبعاً بنشوف لقاءات قوية جداً ولقاءات ممتازة النهاردة يفنتس عنده مهمة مستحيلة ومهمة صعبة لكن في كرة القدم مفيش حاجة مستحيلة مستحيلة على الوراء لكن لما نشوف المباراة هنلاقي أن أتلاككم مدريد بيفوز في المباراة الأولى على ملعب واندا ميترو بولتانو 2-0 وبالتالي هيلعب في إطاليا النهاردة في مباراة صعبة جداً 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 بالمناسبة اللي بيصعب البطولة أو اللي بيصعب المباراة هو سجل سيميوني التدريبي أمام الفراء الإيطالية لعب أمام الفراء الإيطالية سبع لقاءات كسب في خمس مباريات وتعادل في اتنين دخل فيه هدف واحد فقط لغير ده كان أمام فريق ميلا في 2014 وبالتالي بنتكلم في مدير فني ما بيدخلش فيه أهداف أصلاً علشان يخسر وبالتالي مهمة مستحيلة طيب إليفنتس يعمل إيه قبل ما نخش مع حضرتكم للأرقام والإحصائيات إليفنتس في 90 دقيقة لازم يحرز ثلاث أهداف وده أمر صعب وأمر بيكون فيه ضغط كبير على اللعيبة لعب كرة القدم لما بيكون نازل وهو عليه ضغوطات حتى لو كان كبير حتى لو كان عنده خبرة أو حتى كان عنده عدد لقاءات كبيرة جداً ومتعود على المواقف اللي زي كده بيبقى فيه ضغط في بعض التوتر اللي بيكون موجود وبالتالي أليجري المدير الفني إليفنتس بيفكر في سيناريو المباراة عنده كذا سيناريو وأنا أعتقد أن أقرب سيناريو ممكن يفكر فيه هو الابتعاد عن اختراق فريق أتلاتكو مادريد من العمق العمق بالنسبة لفريق أتلاتكو صعب جداً أولاً تكتل دفاعي رهيب والتكتل الدفاعي دايماً بيكون لفريق أتلاتكو من قلب الملعب من الاثنين مساكين من نص الملعب من اللي تحت رأس الحربة لحد رأس الحربة والكل في حالة الدفاع بيدافع من أول مرطل أو لعب في غياب ديجو كوستا لحد جودين وخيمينيس وبالتالي الخيار الوحيد اللي أنا شايفه من وجه يتنظري وعلى حسب الصحافة الإيطالية ما كاتبة طبعاً لجازتا وتوتو سبورت وخلافه وكاتبين أن الحل الأمثل هو الاعتماد على رباع هجوم بيرنارديسكي ناحية اليمين بنالضو ناحية الشمال ودبالة تحت رأس الحربة وأيضاً منزو كيتش كرأس حربة وحيد والاعتماد على بيرنارديسكي وعلى رونالدو اللي تنضم من الأطراف علشان يخترقوا أطراف فريق أتلاة كو مادريد مباراة كيت صعبة طبعاً صعبة جداً لكي